سيادة الرئيس عبد الفتاح سيسي حضر امبارح فعاليات النادوة التثقفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر التاسعة والاربعين قال سيادة الرئيس ان مصر لم تحارب فقط دفاعا عن ارضها وانما من اجل تحقيق السلام وهو ده اللي مصر نجحت فيه وحفظت على مكتسباته ووجد سيادة الرئيس كمان التحية لكل من ساهم في صنع اعظم ايام مصر في تاريخها الحديث شعب مصر العظيم ايها الشعب الابي الكريم تحتفل مصر اليوم بذكرى التاسعة والاربعين لنصر اكتوبر المجيد يوم العزة والقرابة يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل وقهره يوم اثبات مقدرة الانسان المصري وتفوقه في اصعب اللحظات الذي قد تمر على اي امة ان يوم السادس من اكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوما مقدرا له ان يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وانما في ضمير الامة العربية باسرها وشعوب العالم المحبة للسلام فمصر لم تحارف فقط دفاعا عن ارضها وانما من اجل تحقيق السلام وهو ما ناجحت فيه وعفظت على مكتسباته شعب مصر العظيم ان حرب اكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الاقليمية والدولية ومن هنا فانني وجه التحية الى روح الشهيد البطل الرئيس محمد انور السادات بطل الحرب والسلام الذي اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطار للجميع وتحية له ايضا باتخاذه بشجاعة الابطال قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح افاق المستقبل لسائر المنطقة ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس لمصر وجه تحية يملؤها الاجلال والاحترام الى كل من ساهم في صنع اعظم ايام مصر في تاريخها الحديث وتحية يملؤها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي اتشرف بان اكون ابنا من ابنائها وهي رمز البسالة والاقدام والصمود والتحدي وهي رمز البسالة والاقدام والصمود والتحدي وحسن هذا البلد الامين وحامي مقدرات شعبها العظيم وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمرا مقدسا وضامنا أبديا لأمن هذا الوطن واستقراره وتحية من أعماق القلب الى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحون حياتهم ذاتها كي يحيى الوطن حرا كريما مستقلا كمان سيادة الرئيس قال ان جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع وده لا يتحقق سوى بالتقديد العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح والعمل الدوب عشان كده احنا بنخوض دلوقت في معركة البناء والتنمية وهنحقق معجزة العبور الآمن والثابت للجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات المصريين وانه مصر قادرة على تجاوز الازمة الاقتصادية العالمية بالجهد والعمل شعب مصر العظيم ان جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح سم العمل الدوب سم العمل الدوب سم العمل الدوب بعزيمة وإرادة سلمة بعزيمة وإرادة سلمة من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويضغى على عثرات الماضي ولعلكم تتفقون معي إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنبية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة بإذن الله الجمهورية التي نتطلع إليها والتي تلبط محاط طال انتظارها جيلاً بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة وحضارته وعزم التاريخه إن الجمهورية الجديدة التي أراها عين يقين سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة وللانطلاق على تاريخ التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات وبحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة كمان سيدة الرئيس قال إن الدولة المصرية توقفت لمدة 15 سنة من 67 لحد 82 ولم تفعل أي شيء في التنمية قال كمان سيدة الرئيس إنه خلال الفترة دي توقفت فيها كل مظاهر الحياة ولكن لم يتوقف نمو البشر أو مطالبهم من معيشة وتعليم وعلاج وسكن وعمل بقولوا النهاردة لنا كلنا واللي موجودين معانا هنا واللي بيسمعوني البلد دي عاشد 15 سنة من 67 ل 82 كم؟ 15 سنة فيه ناس كتير بتتصور الموضوع خلص بأكتوبر لا لا وأنا بقولي الكلام ده عشان المفكرين والمثقفين والناس دي تتوقف قدام كل كلمة أنا بقولها بقول الموضوع بدأ 67 وما خلصت 73 ده حصل فصل القوات لغاية 77 ولغاية أول الثمانينات 81 و82 كانت الدولة دي في الوقت دوت الـ 15 سنة توقفت كل مظاهر الحياة فيها لكن ما توقفتش نموها كبشر ولا مطالبهم كبشر كشعب عايز يعيش وعايز يتعلم وعايز يتعالج وعايز يشتغل وعايز يسكن وعايز يعيش 15 سنة 15 سنة أنا بقولي الكلام ده لكم ليه؟ لأن كتير من الناس بتعيش بتتكلم مننا يعني على أن مراحل زمنية كده يقرخ ويتكلم على مرحلة سنتين ثلاثة وقع بيعيش ولا حاجة أو تجربة بيشوفها فيتكلم فيها ويعني يتحدث عنها لا لا شوفوا حياة الأمم حياة الأمم ما بتطربتش في يوم وليلة ولا بسنة واثنين وثلاثة وعشرة حياة الأمم ده تاريخ ومهم قوي احنا بنتكلم عنه يبقى فاهمين ده كمواطنين وحتى كمسؤولين في الدولة اللي هتعملوا النهاردة هيستمر أثاره الطيبة وغير الطيبة للسنين القادمة وأنا عايز أقول لكم أنا دايما أقول لكم أن أنا ما بعديش حد فالناس تستغرب يعني من سنن الوجود اللي موجودة دينك ما تعديش كمان سيد رئيس قال بارح أنه الدولة بتسعى للتنمية والتعمير وتغيير حياة الناس للأفضل بأمانة وشرف بعيدا عن ألعاب السياسة وأنه أبناء مصر قادرون على بناء المستقبل والواقع الجديد اللي بنطمح ليه كلنا من سبعة وستين لاثنين وتمانين تحملتم الكلفة والتضحيات اللي قدمتها الدولة عشان تتجاوز أزمتها في الوقت ده ولا هنجد الوقت بشوية شائعات وشوية أكاذيب بتتقال وبتتقال كل يوم وناس بتبقى فاهمها وعرفها طب هل ممكن يكون أنا الموضع ديت بتخوفني أو بتقلقني هتصدقوني لا والله طب ليه لا والله لأننا دايما نقول إن الله بالغ أمره ما فيش حاجة حتى تعمل إلا بإرطه إرطه هو بس إذا كنا نحن مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وردين بقدره فإحنا بنسعى لبناء وتنمية وتعمير وتغيير حياة الناس للأفضل بأمانة وشرف بأمانة وشرف معيدة عن ألعاب يعني السياسة والحاجات اللي بتتعمل في التعامل مع يعني حاجات لا لا طب حد يقولي أنت من كده بتتكلم لغة غير اللغة اللغة المطلوبة لا إزاي بقى اللغة في تقديري أو في فاهمي أنا اللي هي الحق الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدعمه الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى حمله لنا الإخلاص اللي بيبقى سر بين الإنسان وبين ربه فقط لا يطالع عليه ملك ولا يعبث به شيطان علاقة خاءة بين ربنا والإنسان فقط يعني فلا طب الظروف الصعبة دي هنتجوزها بفضل الله بفضل الله بفضل الله وبكرة تشوف مبارح كمان كان فيه مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة واللي منها الاجتماع العام للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وكمان تهنئة القوات المسلحة لسيادة رئيس عبد الفتاح سيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ومؤسسة حياة كريمة نظمة عدد من الندوات التبعوية في جامعات القاهرة وعين شمس وبنها أخبار وأحداث كثيرة حصلت مبارح أبرزها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية كمان مبارح الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقرير من أسامة الجهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن متابعة الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وقال رئيس الوزراء أن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محور الخطة العاجلة اللي تم إعلانها في شهر مايو اللي فات في المؤتمر الصحفي العالمي واللي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وده بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجرية كمان بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة ممثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة وبعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية إمبارح برضو مؤسسة حياة كريمة عقدت عدة ندوات توعوية بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها وده ضمن سلسلة الندوات اللي بتنظمها مؤسسة حياة كريمة لتوعية الطلاب وتعرفهم بالمشروع القومي لتطويد الريف المصري والجهود التنموية اللي بتنم في مختلف قرى ومراكز الجمهورية أيضاً في المحافظات في مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت إمبارح واللي من أهمها انطلاق مهرجان مسابقات الكراتيب ومشاركة 60 لعب في كفر الشيخ بالإضافة إلى بدء القوافل العلاجية المجانية في قرى أسيوت وأيضاً تحصين 234 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية في الغربية وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير محافظات مصر شاهدت إمبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها إمبارح إطلاق المهرجان الرياضي لمسابقات الكراتيب بمشاركة 60 لعب واللي بتستهدف اكتشاف المواهب من أبناء المحافظة وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية في الإسكندرية أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أبازة عن مشاركة 21 فيلم بمسابقة الفيلم القصير ضمن فعليات الدورة 38 واللي بتحمل اسم النجم محمود حميدة فأسيوت بدأت فعليات القوافل العلاجية الشهرية المجانية بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وده في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وأيضاً الوصول للمواطنين بالأماكن والقرى البعيدة في شمال سينة تم افتتاح مبنى مجمع معاهد شهداء الروضة الأزهري وده في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات 6 أكتوبر وقال اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سينة إن المحافظة بتشهد عدد كبير من المشروعات التنموية والإنجازات في شتى القطاعات في الغربية قال الدكتور حاتم أنور مدير مدرية الطب البيطاري بالمحافظة إنه تم تحصين 234 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية والوادي المتصدى على مستوى المحافظة وده خلال الحملة القومية التانية لعام 2022 في الفيوم بحث المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري مع الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية آليات تنفيذ عدد من الأسواق النموذجية بالمحافظة وده ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وأيضاً تحقيق أكبر استفادة اقتصادية من موارد الدولة في الإسماعيلية قام المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ بتكريم أربع بطلات من محافظة الإسماعيلية اللي حصلوا على ميداليات ذهبية بالبطولة الإفريقية لرفع الأسقال للناشئين والشباب واللي أقيمت بدولة المغرب في الأليوبية عقد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان اجتماع لمناقشة تطوير منطقة المية و13 وال59 عمارة سكنية بالخانكة وتعززها بجميع المرافق والخدمات الخاصة بالمواطنين